السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وسحبه ومن وآله إلا حلقة اللذيباء لكفرنا يا عسر السس حلقة عسر السستة تأريخ بدء النبوة ونزول الوحي بديل بداية النبوة ونزول الوحي جاءنا انتائج لنا كفف أنبتا لكن هذا التاريخه من مدور أنبتا أي تاريخ ابو الأنبط لوحي يجبون انتائج لنا لحلقة اللذينا حلقة بدء ميزة لبديبة وطعم حلقتها جلمي تاريخ نهاي بدء النبوة ونزول الوحي لا تتشرح ولا تتأمر حلقتا ان شاء الله تاريخ بدء النبوة ونزول الوحي تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر قال الله تعالى شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أفادت الحديث الصحيحة أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر نجل يبوالح رمضان يوم الاثنين حين يتفقر على لأن النبي صلى الله عليه وسلم لباله الله يعني الحديث كل كم صلت بلاليت ورب العالمين لباله الله نزول الله وحي كل ديب رمضان على تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من الأول مرة وقد كان ذلك في رمضان قبل ديب رمضان على ديب ليلة القدر ديب رمضان على قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ديب سورة البقرة من الآية 185 لبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى برضو إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني لا سورة القدرت وتأكد ديب رمضان ديب رمضان كرر قرآن ديب رمضان كروريتو عشان كدد ديب رمضان قد دام كل اعتناء القرآن كما أرتو الله لكم سلاة الليل وسلاة تهجد سلاة تراوح ختم القرآن دروريتو شهر رمضان كل سنة ممي ينقرر ومن تحلفانا ديب شهر رمضان قرآن ديبو قل نوازب وربه بييني ورد يوم من الله اللي قرم القرآن قلمني القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كل بيت الخرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن شفاته وخير الدنيا والآخر ولوحيه يني ديب اللي شهر رمضان وبالتحديد اللي بله لو أفادت على حديث أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين عميلة الاثنين يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر فجر ديب مطي الصبوح ديب مطي صلاة فجر ديب نسال ديب الازن بدري ديب اللي وكل اللي على لبل هاللو ويحث الحديثة التي تقول ويحث أن ليلة القدر تقع في وطر من الليالي العشر ديبوتر يعني 21 25 23 27 وطر ديبكت ليس تقسمتها جوز ليد كبئتها وطر وشافع وطر 21 23 25 27 29 الانتن لوطر فلبل هاللوحيث أن ليلة القدر تقع في وطر من الليالي العشر الأواخر من رمضان وقد ثبت علميا أن يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة إنما وقع في اليوم الحادي والعشرين يعني تاريخيا عزبوا ورعوا وذي بسنت لها يوم الاثنين يوم واحد وعشرين فقد أفاد ذلك أن نبوته صلى الله عليه وسلم إنما بدأت في ليلة الحادي والعشرين يوم واحد وعشرين من رمضان سنة احدى وأربعين من مولده أمره أربعة وحتين لنتو واحد واربعين سنة لنتو ديب إلا أيام اللي صلى الله عليه وسلم وثم متوافق منه ميلادي اليوم العاشر من شهر أغسطس من شهر تمانية يعني اليوم عشر يعني عام عشر وشهر سمان سنة ستس مئة وعشرة سنة ستمية وعشرة ميلادية وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك أربعين سنة قملية وستة أشهر وأثناء عشر يوما أو اثني عشر يوما وهو يساوي تسعا وثلاثين سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنين وعشتين يوما فكانت بعثته على رأس أربعين سنة شمسية صلى الله عليه وسلم أدي كمسلما دي بغ���圈 أه Carlo النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ده printers أكملها واحد وعشرين كمسلتها ليلة واحد وعشرين من رمضان دي بقلبatu فذرت إللا سنة 610 يوم عشرة شهر الثمانية سادفت إلا بئستنا النبي صلى الله عليه وسلم ونبوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ووحينا النبي صلى الله عليه وسلم العقران لا تكرد يبو دي برمدان دي بليلة واحد وعشرين يوم الاثنين لأنبتت رسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن دي برب العالمين دي بزكري سهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ودي بليلة القدر وليلة القدر دي بقل الله يعمل لي لسقوة ودي بقل الله يعمل لي دائما دائما للتهاكوة ولتحروا دي بقى الليالي الوتر وآآ يعني آآ آآ اللي كان دي بقل له سامه لنا التحلقة ستمنطلها الليت ان شاء الله حق الله لليت آآ مثل بردون التلالية وقلنا عن رياء الحلقة لنا السلف سامعنا من قبل التقراه لي سامعنا من قبي بدوح دات لواقنا ودات شواقنا عنها اقلمي للحلفات عمتة وسيرتنا النبي صلى الله عليه وسلم انسان يملل مناني يتحكم مناني يتكاسل مناني يتأجب مناني لأنه آآ تاريخ ناي سيد الخلق وسيد البشر توصلى الله عليه وسلم فترة ماتي فترة الوحي ثم عودات الوديبو سيك ماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته